السلام عليكم في القدس مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الاعادي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نعمة فماذا ترى في القدس حين تزورها ترى كل ما لا تستطيع احتماله اذا ما بدت من جانب الدرب دورها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها فان سرها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها فان سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء اجازة او في طلاء البيت في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في احكامها في القدس شرطي من الاحباش يغلق شارعا في السوق رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين قبعة تحيي حائط المبكى وسياح من الافرنج شكر لا يرون القدس اطلاقا تراهم وسياح من الافرنج شكر لا يرون القدس اطلاقا تراهم ياخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم في القدس دب الجند منتعلين فوق الغايم في القدس صلينا على الاسفل في القدس من في القدس الا انت وتلفت التاريخ لي متبسما اظن انت حقا ان عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم اظن انت حقا ان عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم هاهم امامك متن مص انت حاشية عليه وهامش احسبت ان زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميكة لكي ترى فيها هواك في القدس كل فتى سواك وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها فارفق بنفسك ساعة اني اراك وهنت في القدس من في القدس الله يا كاتب التاريخ مهلا فالمدينة دهرها دهراني دهر اجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم وهناك دهر كامن متلتم يمشي بلا صوت حذار القوم والقدس تعرف نفسها فاسأل هناك الخلق يدللك الجميع فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين حدبا على اشباهه فوق القباب تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الاب بالبنين في القدس ابنية حجارتها اقتباسات من الانجيل والقرآن في القدس تعريف الجمال مثمن الاضلاع ازرق فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها تدللها وتدنيها توزعها كاكياس المعونة في الحصار لمستحقيها اذا ما امة من بعد خطبة جمعة مدت بايديها وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها ونحملها على اكتافنا حملا اذا جارت على اقمارها الازمان في القدس اعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان ونوافذ تعلو المساجد والكنائسة امسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالالوان فهو يقول لا بل هكذا فتقول لا بل هكذا حتى اذا طال الخلاف تقاسم فالصبح حرا خارج العتبات لكن ان اراد دخولها فعليه ان يرضى بحكم نوافذ الرحمن في القدس مدرسة لمملوك اتى مما وراء النهر باعوه بسوق خاسة في اصفهان لتاجر من اهل بغداد اتى حلبا فخاف اميرها من زرقة في عينه اليسرى فاعطاه لقافلة اتت مصرا فاصبح بعد بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان في القدس رائحة في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت والله رائحة لها لغة ستفهمها اذا اصغيت وتقول لي اذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي ارأي في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها والمعجزات هناك تلمس باليدين في القدس لو صافحت شيخا او لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك مص قصيدة يا ابن الكرام او اثنتين في القدس رغم تتابع النكبات في القدس رغم تتابع النكبات ريح طفولة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها الكل مروا من هنا فالقدس تقبل من اتاها كافرا او مؤمنا امرر بها وقرع شواهدها بكل لغات اهل الارض فيها الزنج والعفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتاتار والادراك اهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك فيها كل من وطعت ثرى قرأيتها ضاقت علينا وحدنا يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستقنيتنا يا شيخ فلتعد القراءة والكتابة مرة اخرى اراك لحنت العين تغمض ثم تنظر سائق السيارة للصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها بمرآة اليمين تغيرت الوانها في الشمس من قبل الغياب اذ فاجأتني بسمة لم ادري كيف تسللت في الدمع قالت لي وقد امعنت ما امعنت يا ايها الباكي وراء السور احمق انت اجننت لا تبكي عينك ايها المنسي من متن الكتاب لا تبكي عينك ايها العربي واعلم انه في القدس من في القدس لكن لا ارى في القدس الا انت اشتركوا في القدس